السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار ومن فقد الأهل ومن حزن القلب وحرقة الشعور اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي ومن أحب ورب اكتب لي أياما جميلا وأسعدني بتفاصيلها واغمرني بخيرك الذي لا يفنى اللهم ارزقني حض الدنيا ونعيم الآخرة يا ذا الجلال والإكرام جمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل من الجميع الطاعة إن شاء الله اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 9 حزيران يونيو طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل في ساعات الصباح لبرج الحوت طبعا اليوم مميز للعلاقات الاجتماعية وللمال والمكاسب بتيجي أغلبها من المعارف والعلاقات الاجتماعية صحيح أنه في بعض المال ولكن خلينا نشوف التوقعات القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة حكينا للحماية والضرر والضفر والعقد رح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 57 دقيقة من مساء اليوم الخميس اللي هو موعد بث الحلقة بعدين بدو يتظل القمر موجود في هاي المنزلة بدو ينتقل منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة تقريبا 25 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعديها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر يعني أغلب موعد بث الحلقة القمر رح يكون في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر الآن موجود في برج الدلو لغاية ساعة الصباح فمنشعر إن بحجم سلة تغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا طبعاً عنا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 8-6 إلى يوم 14-6 طبعاً دروتها يوم 11-6 ساعة 10 و 25 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بتزيد من حد الذهننا وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تقاول سلبي بين الزهرة وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 10-6 طبعاً هاي بتدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني عصبيين ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة إلى غير رجعة وبشكل عنيف وعشان هيك بتسببنا خلافات حد جداً في علاقاتنا الحميمية وعلاقاتنا العاطفية وبتدفعنا للعنف فضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 20-6 طبعاً هاي الزاوية يعني ذروتها هي يوم 11-6 الساعة 39 دقيقة عصراً بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالباً بيفشلوا في ذلك بتخلق لدينا رغبات غريبة وبتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل مما يسبب لنا اضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 15-7 طبعاً ذروتها يوم 19-6 الساعة 3 و 52 دقيقة بعد العصر هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن أو برضو تعطينا دعم قوي جداً بالأمور المالية أو المادية مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 12-6 طبعاً هاي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتجعلنا أو بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لنكون فعالين ومؤثرين وقياديين في محيطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعاً تأثيراتها مستمرة ليوم 13-6 بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين تدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة لـ 22-6 طبعاً هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية الحادة أو اللي اليوم تأثيراتها طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي من الآن موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الجمعة تأثيراتها تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك يعني بشكل سلبي بتجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار بتعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي وفي العواطف وبرضو بتدفع بعض الأشخاص لعلاقات عابرة وممكن أنها تعرض البعض للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين عطارد طبعا هاي الزاوية ذروتها الساعة 24 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتبدأ تأثراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة بعض الأشخاص بيشغلوا في غكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع هاي الزاوية مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين أو يعني لأنها بتعمل زيادة احتمال عند الأشخاص أو بتزيد الضغط عليهم أكثر فما ببطلوا ويقدروا ويتحملوا بتعرضنا لحوادث أثناء حركتنا أو قيادتنا للسيارة بدكوا تنتبهوا وما بنحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بنكون متسرعين أو عصبيين أو منتقدين لاذعين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر لا الساعة 10 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر لبرج الحوت هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شرى شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش القمر بنتقل وباستقر في برج الحوت عشان هيك من ساعات الصباح بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين من الذمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشرين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة ما طبعا بننجح في الاعمال الفنية كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور وقتنا الى التصوير اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها راح تكون الساعة سبعة ودقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة طبعا تأثير هاي زاوية ببدأ من ساعات الظهر وبيستمر حتى صباح يوم السبت نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوض وخصوصا عند الجنس الاخر ونجاحات مادية بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا يعني زاوية قوية جدا من ساعات الظهر بتبدأ وبتجيب معها كثير من الامور اللي فيها مكاسب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة اليوم ذروتها هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون واليوم ذروتها الساعة تسعة واربعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ولكن تأثير هاي الزاوية مستمر ليوم اتناعش ستة نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة تجعلنا منطقيين في التفكير بتساعدنا في انجاز اعمال صعبة والاعمال الفكرية يعني هذا التركيز رح يكون قوي جدا خلال اليومين هدولا خصوصا عند الكتاب والمؤلفين والامور اللي الها علاقة بالابداع او بالتكنولوجيا او بالاشياء هاي فخيالهم عالي جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي زاوية طبعا ذروتها ساعة عشر واربعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج اه من مساء الجمعة ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم السبت من واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب مننا اننا نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر لانها هاي الزاوية شوي بتجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعناد ميالين للكآبة اه يعني بدكوا تنتبهوا من هاي النقاط بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية اليوم طبعا عندنا من الان ولغاية ساعات الصباح بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد هرمونات الغد الدرقية اما من ساعات الصباح وما بعد اه بصير عندنا القدمان اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون الاندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام بصير فيه نوع من الضعف عشان هيك بنشعر بالآلام اكثر من المعتاد وحساسيتنا بتكون مرتفعة اكثر وهرمون الميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم برضو هذا بصير فيه نوع من انواع الضعف عشان هيك بصير فيه عندنا نوع من انواع الصعوبة بالنوم أو حتى عندي النوم بصير فيه نوع من أنواع الاضطراب والكوابيس والأحلام والأوهام والأفكار والأمور هاي بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن مش في فترة خلو المسار مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل أو يستقر في برج الحوت خلو المسار القادم ما في خلو مسار قادم يعني صفر مدته لأنه رح ينتقل مباشرة من الحوت للحمل ساعة 21 دقيقة بعد الظهر وعلى طول بيكون مشكل زوايا قوية مع الكواكب الأخرى فبيكون يوم الأحد ما في خلو مسار أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر 21 يوم في تمام الساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 22 يوم نسبة الإضاءة بتصير 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% القمر في الدلو بده ينتقل للحوت ورح يظل في الحوت ليوم 11 ستة منتحس بنسبة 40% الآن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الثور حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% المريق في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 30 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع ويوم 11 ستة رح يرجع لبرج الجدي هو الآن منتحس بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوه من الآن ولغاية ساعات الصباح بين الأصدقاء وعلاقاتكم الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة ومناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء تواصل قوي جدا ولكن العصبية والحدية موجودة والضعف برضو موجود لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويستقر في برج الحوت اللي هو بيت متاعبكم فمن ساعات الصباح بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وإخلدوا للراحة طبعا هاي فترة ضاغطة بدكوا تحاولوا انكم تمسكوا أعصابكم لغاية يوم الأحد لحدية ما القمر يوصل لعندكم فعشان هيك حاولوا بخلال الأيام هاي انكم ما تحسموا أمر ابعدوا عن الصخب حاولوا تضبطوا أعصابكم ما تأخذوا قرارات وبرضو اللي بوعدكم بشي ما رح يوفي فيه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتقدروا انكم تنجزوا الأعمالكم القائمة وتتواصلوا مع رؤسائكم تنجزوا أعمالكم علاقاتكم الاجتماعية بتكونوا وسطة معرفة شخص تستفيدوا من خلاله أو يساعدكم في أمر ما داعمكم هذا الموضوع لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح ولما القمر ينتقل لبرج الحوت هنا بصير عندكم نشاط اجتماعي عالي جدا بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أو بتقدر تطلب المساعدة وبرضو ما تتردد أنت بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف اليوم رح يكون ما بينك وبين زملائك أصدقائك جيرانك أقاربك معارفك أهم مش أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس لأنه فائدتك بعلاقاتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيظل عندكم نشاط بالاتصالات والسفريات والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد والامتحانات ولكن في فترة خلو المسار اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة يبدو يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضول وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بالشوارع المفتوحة أما من ساعة الصباح القمر رح ينتقل لبيت السمعة يعني بدك تهتم أكثر للمحافظة على مصالحك في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أو بدهم ينجزوا أعمال كانت صعبة ويكون لهم نصيب من تكريم فيها مثلا معول أنه أنا أنجز هذا العمل وأكرم عليه أو يجيني ترفيع أو ترقية يستغل لهذا الوقت لتقديمه برضو اليوم بيحمل لك بعض المفاجآت ولكن ممكن يكون فيه قلق عائلي أو شخصي المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية وما تتصرف بأي شيء يشوه سمعتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح الاهتمام رح يكون على برضو مثل الأيام الماضية على الأموال المشتركة تتفحصوا حساب مشترك أو فوتير أو دفعات أو ترتيب وضع مالي أهم شيء أنكم تمنعوا عن أي خطوة مالية جديدة صحيح أنها بتحمل فرص لبعض الانفراجات المالية أو المكاسب المالية ولكن في ساعات الصباح لما ينتقل القمر لبرج الحوت بتصير الطاقة أعلى جدا فعشان هيك بصير التركيز على السفر العلاقات مع الأجانب الامتحانات الجامعية الاتصالات ممكن أنك تحقق مكاسب من أشخاص غربة عنك أو برضو بصير عندك رغبة بالتفاهم مع أحبائك أهمش أنك ما ترتج الأعمالك وما تستخف بالواجبات اليوم لازم تستفيد وخصوصا من لحظة انتقال القمر إلى الحوت لأنه بيبلش عندك أيام ممتازة جدا فيها كثير من المكاسب على جميع المستويات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك طاقتكم ما زالت ضعيفة رغم أن الأجواء آمنة شوي ما بينكم وبين شركائكم إذا طبعا ما عصبتوش وما عملتوش أو مصر لكم مش ردات فعل عكسية بتكون الأجواء هذه أو بتظل الأجواء جيدة لتعزيز العلاقات ولكن بتكون تنتبهوا لطاقتكم وصحتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر هنا رح ينتقل ويصير في البيت الثامن فعشان هيك بتصير الفترة هاي يعني تتعلق بتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحيح ممكن يكون فيه اهتمام بصحة أحد المقربين للكم أو أشخاص بيكونوا بحاجة للرعاية لكن بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم واليوم بيفتح لكم مجال لمكاسب مالية مشتركة أو أنه أنت بتحصل على أموال لإلك أو نوع من أنواع الدعم يعني فيه انفراجات على المستوى المادي من ساعات الصباح برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكوا تواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها القمر في مراحل المقابلة الآن فعشان هيك بدك تحذر لأنه طاقتك بلشت تضعف يعني أنت أقل الحلوض الموجودة عندك أنت والحمل فعشان هيك بما أن القمر بلش بمراحل المقابلة أول شي بدك تنتبه لطاقتك لصحتك لعملك وعلاقاتك مع المسؤولين من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح هنا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم صحيح أنه اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكن بدون انتقاد بدون حساسية بدون عصبية بدون ردات فعل سلبية هاي فترة الطاقة عندك ضعيفة لازم تمشيها بشكل سلمي تماما عشان ما تدخل بأي مواجهات بتكون أنت الحلقة الأضعف وخصمك أقوى منك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل العاطفة قوية عندكم بتميلوا للتقارب مع أحبائكم أو تجاوب أحبائكم معاكم ممتاز الأجواء للترفيه للتجميل لممارسة هواية لتغيير الجو التقارب من الأحبة من الأبناء بظل الأجواء حلوة لغاية ساعات الصباح بعدين القمر بدون ينتقل للبيت السادس من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم مناسب لممارسة نشاط بدني هذا اليوم مناسب للاهتمام بالصحة مراجعات طبية إنجاز أعمال ترتيب أوراق عمل خطة عمل تقارب مع زملائكم هاي الأشياء هي اللي بتساعدكم خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه لصحتك وتنتبه لغذاءك لأنه شوي بتكون الأمور متقلبة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعاً بدكوا تتجنبوا يدخال أي تغيير جذري على مسكنكم في فترة خلو المسار ولكن الاهتمام رح يضل على مستوى البيت والعائلة ودعم العائلة أو طلب المساعدة من العائلة أو التقارب العائلة أو المناسبات العائلية أو الأحداث العائلية هاي لغاية ساعات الصباح يعني هذا الجو اللي رح يكون موجود ولكن من ساعات الصباح هنا بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية ترفيه تغيير جو تقارب من الأحبة من الأبناء يعني جو فيه نوع من أنواع النشاط وفيه نوع من أنواع الابتكار عشان هيك اليوم بدك تحضر بشكل جيد لأعمالك ما ترتجل ممكن تطلق مشروع جديد من ساعات الظهر يعني أو تتلقى إيجابة أو إشارة مهمة يعني أجواء ممتازة بالنسبة لأيلك برج القوس بالنسبة لأموليد برج القوس طبعا اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض صحيح أنه النشاط بظل موجود بالاتصالات والسفريات والتنقلات والحوارات والامتحانات ولكن انتبه في فترة خلو المسار انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك أثناء حواراتك من العصبية وما تعتمد على الحض أما من ساعات الصباح هنا التركيز رح يصير على البيت وعلى العائلة بإمكانكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم رح تهتموا أنتوا أساسا بمسألة لها علاقة بالبيت أو العائلة أو تعزيز الروابط العائلية في بعض المكاسب اللي بتيجي بدعم عائلي أو أمر إلو علاقة بمستجد أو خبر أو حدث عائلي بلفت انتباهك اليوم بشكل إيجابي أو سلبي ولكن إن شاء الله إنه إيجابي والحضوض يعني فيها نوع من أنواع الدعم لا إلك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل الأجواء جيدة على مستوى المكاسب المالية اللي ممكن تحصل على مكاسب من عمل إضافي مستردات هباد دعم في نوع من أنواع الفرص المالية ولكن بدك تنتبه من المصاريف يعني بدكوا تتجنبوا شراء أي شيء ثمين خففوا من النفقات من الآن ولغاية ساعات الصباح وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أما في ساعات الصباح وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران اللي عنده امتحان أو عنده سفرية أو عنده مؤتمر أو عنده ندوة معني الأجواء جيدة على كل المستويات هاي اليوم رح يكون مميز لإلك بكثير من الاتجاهات فعشان هيك لازم تتحرك وتستغل علاقاتك وما عرفك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا نشاط عالي اليوم وحيوية موجودة بس أهم شي إنك تسيطر على تقلبات المزاج اللي ممكن إنها تصيبك في ساعات الفجر الأجواء بتظل ممتازة شخصيتك ونفسيتك بلشت تستقر بشكل واضح تماما وممكن تحصله على مكسب مالي من ساعات الصباح بتزيد الفرص أكثر وأكثر لأن القمر رح يدخل لبيت المال أساسا بالنسبة لإلك فممكن تحصله على مبلغ بيجي من عمل إضافي أو مبلغ دعم لإلك يحسن من ميزانيتك أو تحصل على هدية أو جائزة الأجواء تقريبا ممتازة مثيقتك بنفسك برضو عالية جدا ولكن بدك تحذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك لأنه ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة فعشان هيك لازم تنتبه لهذه النقطة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بيظل التعمم سيطر عليكم لا غاية ساعات الصباح لأنه القمر مازال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك انتبهوا لطاقتكم لصحتكم ما تتخذوا قرارات ما تتسرعوا بالكلام وما تتركوا الوسواس والشك يسيطروا عليكم بين ساعات الصباح طبعا تبدأ أو ببدأ النشاط يرجع شوي شوي نفسيتك بتبلش تتحسن وطاقتك بتبلش تتحسن مو بإمكانك أنك من ساعات الظهر تبادر بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليك بإمكانك أنك تعزز معنوياتك من الجديد بتتحمس للمبادرة أو لإدخال تعديلات على حياتك يعني منقدر نقول أنها بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك خلال هذا اليوم وخصوصا من ساعات الصباح مفاجأة أو خبر صار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر يعني بداية مرحلة قوية بالنسبة لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر